إيلان غسان عساف مترجمة وفد المحكمة الجنائية الدولية التي تم توقفها في ليبيا باتت تواجه تهمتين التجسس والاتصال بالعدو هي والمحامية الأسترالية ميليندا تيلر عساف والتيلر وضعتها اليوم في التوقف الاحتياطي لمدة 45 يوما بعد أن تم توقفهما الخميس الماضي مع الوفد المؤلف من أربعة أشخاص حاولت عائلة إيلان تحرك لحث الدولة على العمل لإطلاق صراحها فكان المشهد الآتي من نيابة العامة بتجيب تروحي على وزارة العدل عند ميرزا بتقدمي بتحكي معه بتشوفي شو بده يصير هناك وبيجع هون بيرفعوا القضية لوزارة الخارجية أنه هاي الدولة ما بعرف أنه مش أنا لازم أركض وراه هون لازم دولة تسأل مش أنا أسأل وزير الخارجية عدنان منصور أعلن للإلبي سي آي أن الوزارة تنتظر انتهاء التحقيق مع الفريق الموقوف فيما أكدت مصادر الوزارة على أن القائم بالأعمال اللبناني في طرابلس حسن صالح سيحضر اجتماعاً للمحكمة الجنائية في ليبيا لمعرفة التطورات والإجراءات الواجب اتخاذها